وعادة ما تعرف المادية الجدلية ماركسيا بأنها علم القوانين العامة للحركة علم القوانين العامة للحركة سواء في المادة أو في الطبيعة في المجتمع أو في الحياة في التاريخ أو في الفكر وفي أي مجال آخر لأن القوانين الديالكتيك ماركسيا يمكن تطبيقها على أي شيء على أي ظاهرة موجودة في هذا العالم لأنها يعني كما في التاريخ علم القوانين العامة للحركة لأنها القوانين التي تحكم مسار كل عملية الحركة وكل عملية التغيير أو التغير أو التطور وبهذا يكون الديالكتيك هو الوسيلة الأساسية لفهم حركة العالم وتطور الأشياء فمثلا تفسر لنا قوانين الديالكتيك قوانين المادية الجدلية تفسر لنا مسألة كيف يحدث التطور في داخل المادة كيف تتحول المادة من كيفية إلى أخرى من نوع إلى آخر من شكل إلى آخر وتفسر لنا ما هي القوة المولدة للحركة وللتطور إلى آخر وطبعا قوانين الديالكتيك المادة هي ثلاثة قوانين أولا هناك قانون وحدة وصراع العضاد ثانيا هناك قانون التحول من الكم إلى الكيف أو التحول من الكم إلى الكيف أو من الجزء إلى النوع وثالثا هناك قانون نفي النفي اشتركوا في القناة